أولادنا كائنات حية مستقلة ليها سيادة وليها إرادة وليها خيارات فلما بنحاول أن احنا نتحكم فيهم ونتسلط عليهم على طول التمرد وبالذات في فترة المراقع يعني دايما الناس اللي بيشتكوا هنلاقي أن هم في سن المراقع أو اقتربوا من سن المراقع بيبقى هنا العناد والتمرد والحاجات دي بقى عايز حكمة شوية في التعامل وأنا هدي نموذجين من حياة الأنبياء وتعاملهم مع أولادهم سيدنا نوح لما قال لابنه يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين في طفان جاي وفي غرق وفي موت وفي حاجات كتير فعل الأمر على طول الابن قال لا سأوي إلى جبل يعصمني من الماء سيدنا إبراهيم لما جاه يقول لابن أسماعيل على دبحه قال له ازاي بقى قال له يا بني إني أرى في المنامي أني أسبحك فانظر ماذا ترى الإجابة إيه؟ كانت يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين بناخد من النموذجين دول حاجة مهمة جدا إعطاء الخيارات لا تحديد المسارات وده قاعدة مهمة جدا في التربية تعطي ولادك خيارات ممكن نعمل كذا أو نعمل كذا وكأنك بتحترم إردته بتحترم خياراته بتحترم شخصيته لكن لو جيت تحدده المسار امشي كده روح كده ما تصحبش ده ما تكلمش ده اعملي ده لا على طول تمرد عناد مقاومة كل الحاجات اللي أنتو عايزينها والأب والأم يتعصبه يزيد التمرد زيادة وندخل في دائرة مغلقة مع أولادنا